اشتركوا في القناة تأملوا بداية صورة طاها عند قوله تعالى طاها ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نعرف أن القرآن سبب للسعادة والبعد عن الشقاء ولو تأملنا نهاية نفس الصورة عند قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة أرضاك نعرف أن من أهم أسباب التنك والضيق والكآبة هو البعد عن كتاب الله وذكره اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا تأملوها يرحمكم الله ما أجمل الفجر فريدته تجعلك في ذمة الله وسنته خير من الدنيا أو ما فيها تجتمع فيه ملائكة الليل والنهار إن قرآن الفجر كان مشهودا جاذبية القرآن الذين يعيشون مع القرآن تلاوة وحبزا ينفيدون بخاصية مائعة وهم كلما استمالتهم الدنيا جذبهم القرآن إليه بلطف فعادوا تائبين كم من الهموم انفرجت بسبب ركعة وكم من الأمراض شفيت بسبب دعوة وكم من أمور تيسرت بسبب دمعة بثوا شكواكم لخالقكم فإنه يجيب دعوة المدطرين عبارة هزتني كثيرا نحن في امتحان وفي أي رحلة قد يتم مسحب ورقتك ويمتهي وقتك الذي خصصه الله فضلا ركز في ورقتك وترك ورقة غيرك نصيحة ثمينة أثث قبرك بأجمل الأثان الصلاة الصدقة القرآن رجاء ماذا قبل أن تغير اشتركوا في القناة